موسيقى ثمانية وعشرون شهرا على اتفاق ستوك هولم الميليشيات تواصل تصعيدها في القديد وريفها موسيقى ومخيمات نازحين في حجة ومأرب ضمن دائرة نيران الميليشيات وتحذيرات من ارتفاع اعدادهم موسيقى تسير القافلة الغذائية والدوائية الاولى الى جبهة الشقب في تاعز استجابة لاعلان النثير العام نشرة الاخبار السلام عليكم قتل جندي واصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة في جولة سينان وسط تاعز وذكرت مصادر محلية ان العبوة استادفت مدير مركز شرطة عصيفرة النقيب معاذ مارش واضفت ايضا ان انفجار العبوة ادى الى مقتل احد مرافقيه واصاباته مع ضابط امن اللواء 22 ميكا واحد المجندين وفي الحديدة عاونت الميليشيات الحثية سداف الاحياء السكنية في حيس جنوب المحافظة وافدى مراسلنا ان الميليشيات قصفت بالاسلحة الرشاشة المتوسطة وقذائف مدفعية الهون منازل المواطنين شرق مركز المدينة وتسبب القصف في بث الذعر والخوف في صفوف المدنيين خصوصا النساء والاطفال ما يقارب من 28 شهرا على الهدنة الاممية التي اعلنت في الثامنة عشر من ديسمبر عام 2018 بموجب اتفاق السوكولم ولا تزاد الميليشيات تواصل تصعيد خروقاتها وانتهاكاتها في الحديدة مرور اكثر من 28 شهرا على برام اتفاق السويد واكثر من ثلاثة ايام على مبادرات الرياض لوقف اطلاق النار وترحيب رجال الجيش في الساحل الغربي بكل ما يحقون دماء اليمنين الا ان هذه الميليشيات الحثية الايرانية تواصل خروقاتها وتصعيدها صوب الاحياء السكنية بمدينة الحديدة ولكن هذه المرة تدمير شامل للمجمعات الغذائية في الكيلو 16 فضلا عن تدمير منازل المواطنين المغلوبين على امرهم بالاحياء السكنية بنفس الكيلو صورة تتضح من خلالها جرائم المنظمة الحوتية الارهابية وهي تستهدف الاحياء السكنية والاعيان المدنية في مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة نهيك عن قناصتها التي تستهدف الابرياء اغلبهم من النساء والاطفال دون ان يصدر عن بعثة الامم المتحدة المتواجدة في الحارات المتبقية الشمالية التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا بمدينة الحديدة كلما خسرت مليشيات الحوثي في جبهات اخرى قامت باستهداف المواطنين قامت باستهداف المنازل والمساعة الخاصة والامة نحن في مدينة الحديدة لنا من قارب عامين ونصف العام صامدون وصابرون في مواقعنا رغم هذه الخروقات هذه الخروقات جاءت بتغاطي الامم المتحدة بدورهم اعكد ابطال اللواء التالي زراليق المرابطين بمواقع شرف البطولة بكيلو 16 بمدينة الحديدة تصديهم لخروجات المليشيا الانهابية على بدار الساعة واندى الابطال معارف قادر بهم حراس الجمهورية والعمالقة وابناتهم منتظرين توجيهات القيادة لحسب معركة الخلاص وما تبقى من الحارات الشمالية بمدينة الحديدة وموالئها وتطهير كل الشبر من ارض الوطن حتى مران صعدها نحن افراد اللواء الثاني زرانيق ما زلنا صامدون وشابتون في مواقعنا وملتزمون بالهدنة رغم خروقات الحوثي للهدنة وخرق كل الاوامر عن التوقيهات وسنمضي مع اخواننا حراس الجمهورية وما زلنا على الدرب سائرون رغم كل الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وسنمضي على درب الشهداء ودرب اخواننا الذين تمت تضحية بهم وان على درب الشهداء سائرون تم توقيفنا من اجل هذا الاتفاق اما الحوثي لم يلتزم باي اتفاق فهو خرق كل الهدن وكل الاتفاقيات التي تمت بمعنويات تعانق السحب بعزي معانية يتحلى بها ابطال اللواء الثاني زرانيق الاشاوس البرابطين بمواقع الشرف البطولة ايديهم على الزناد وعيونهم ترصد اذيال طهران وتحركاتهم اينما رحلوا واينما حلوا لقناة اليمن اليوم عبدالوهاب نمران من الكيلو 16 بمديرة الحديدة عروس البحر الاحمر هذا توصل الميليشيات استهدافة مخيمات النزوح فبعد قصفها المتعمد لمخيمات النازحين في مأرب استخدمت بل استهدفت مخيمات النزوح في حجة لتأكيد على رفضها لكل مبادرات السلام والاستمرار في اشعال الحرب ما تزال مخيمات النازحين في مرمى نيران الحوثيين حيث تظهر الصور سقوط قذائف الهاون على المنزل الواقع في تجمع الدير بمديرية حيرام محافظة حجة القذيفة التي اخترقت جدار المنزل من الناحية الشرقية شقت طريقها نحو السقف العلوي وإلا لكانت أوقعت خسائر بشرية لتقتصر الأضرار المادية على تهدم المنزل غير أن الآثار النفسية تظل باقية والفئة الأشد ضعفا كالرساء والأطفال وهذا المسن لم يسكن روعهم وفي حالة خوف وترقب دائمين الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة أكدت أمس الأربعاء في بيان أن ميليشيا الحوث استادفت تجمعات نزوح بقذائف المدفعية والطيران المسير في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي شمال المحافظة وأن القصف الأخير على تجمع الدير الذي يضم 113 أسر نازحة أدى إلى تهدم منزل أحد النازحين مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية إلى تدخل العاجل وتوفير الحماية للنازحين والمتضررين استهداف مخيمات النازحين في محافظة حجة هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابي الأحد الماضي ثلاث مخيمات في محافظة مأرب هي الميل والخير وتواصل بالأسلحة الثقيلة والمقذوفات المدفعية والصواريخ وأسفر القصف عن إصابة خمس نساء ثلاث منهن في حالة حرجة بالإضافة إلى تدمير وحرق سبع وعشرين خيمة وثمان عشرة خزام ماء وفق إحصائية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب واستنكرت الوحدة الصمت الأممي المطبق إزاء هذه الجرائم بحق النازحين في محافظة مأرب والبالغ عددهم نحو مليوني نازح خصوصا أن الهجوم الحوثي الأخير على مخيمات النازحين تزامن مع زيارة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى مأرب يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقرير لها إن الحوثيين يطلقون عشوائيا قذائف مدفعية وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان ومخيمات للنازحين في مأرب منذ فبراير شباط الماضي ما يسبب نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية لكن هذه التقارير لم تشكل ضغطا حقيقيا على الميليشيا بدليل استهداف مخيمات النازحين في محافظة حجة في مؤشير واضح على رفضها لكل مبادرات سلام واستمرارها في إذكاء نار الحرب وإطالة معاناة وآلام ملايين اليمنيين شجع في مأرب جثمان وقائد كتيبة الإسناد في اللواء 48 الشهيد بدر البربري وخلال مراسم التشيع أشهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز بمناقب الشهيد وتضحياته في سبيل تحرير اليمن من إصابات الميليشيات وأشار إلى أن الطريقة لتحرير البلاد من الميليشيات الحوثية ليس سهلا مؤكدا أن التضحيات التي تقدم لن يكون لها من ثمرة سوى تحرير كل شبر من اليمن من قبضة الميليشيات ودحرها بشكل نهائي لافتا إلى أن ذلك بات قريبا استجابة لإعلان النثير العام والتعبئة العامة التي أعلنها محافظ تاعز حتى تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية سيرى مكتب الثقافة في تاعز القافلة الغذائية والدوائية الأولى إلى جبهة الشقب بوابة تاعز الجنوبية لدعم جبهة تاعز واستكمال تحرير المحافظة أول باكرة يسيرها مكتب الثقافة هذه القافلة الكبرى الأولى التي تأتي ترقمة لآمال وطموحات الحاضنة الشعبية الكبيرة هذا الأبناء تعز جميع أن نساؤهم يحتشدون جميعا يقفون ويساندون هذه الجبهات من أجل استكمال التحرير مقابل السلام ولا شيء غيره وهو ترقمة أيضا للنفير العام هذه الملاحم وهذه الانتصالات الكبيرة تجبر الجميع على أن يقفوا ويساندوا الجيش الوطني المعركة أصبحت مصيرية إما نكون وإما لا نكون ولا يجب أن نتهون في هذا الأمر كله يندي نقدم له اليوم شيئا بسيطا هو بالأخير يصمد من أجل كرامتنا من أجل أسرنا هو يحمينا جميعا ويجب أن نتحرك بموقع هذا الأمر ولذلك نستهدف كل القبهات هناك تحرك على كثير من المستويات ليست فقط بما يتعلق بتشهير القوافل لكن هناك تلاحم والصفاف الشعبي كبير من أجل دعم وإسلام هذا الجيش الوطني في البداية نشكر الأخ عبدالخالق المدير عام مكتب الثقافة والأخوة من ثقافيين ونهاشتين وإعلاميين على تسجيل مثل هذه القافلة وهذه تعتبر بادرة جيدة أن تأتي من هؤلاء الشريحة وتأتي دافع للآخرين على أن يحضوا حذوهم في عمليات الدعم وإسناد الجيش الوطني القافلة تمثل جانب معنوي كبير ليس بقيمتها المادية والعينية إنما هي بالقيمة المعنوية ظهور لأول مبعوث خاص إلى اليمن يعيد لليمنيين حقبة زمنية مليئة بالكذب وتزوير الحقائق بل ويؤكد اتهامات القوى السياسية للأمم المتحدة في تلك الفترة بعدم النزاهة وأيضا أثار ظهوره سخطا كبير لدى اليمنيين الذين أجمعوا أمرهم على سوء سمعة هذا المبعوث غير نزيل ظلت الإمامة وما تزال مشروعا يبحث عن وطن وفكرا قائما ياثب على اليمنيين كما اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم في دورة مكررة وبمسميات مختلفة لذات الفكر والعقيدة وكأن قدر اليمنيين أن يظلوا في صراع مع هذا الفكر المشحون بالنظرة الاستعلائية وأوهام النسب الشريف ويدفعون الثمن من دمائهم وفلذات أكبادهم في بداية الألفية الجديدة حاول الحوثي استغلال مشاعر الغضب لدى اليمنيين نتيجة ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وما يرتكبه الكيان الصحيوني من جرائم في فلسطين لنشر فكره والبدء في تنفيذ مشروعه الرامي إلى عودة الإمامة مستفيدا من دعم النظام الإيراني لا محدود وتدريب نوعي له وأتباعه من قبل خبراء حزب الله اللبناني مطلع العام 2004 وصل التوتر الأمني إلى مرحلة خطيرة في صعدة فحسب بعض الوتائق التي تم العثور عليها من قبل الأجهزة الأمنية لاحقا تم تقسيم صعدة إلى ثلاث مناطق قتالية حسب الخطة الحوثية المطروحة أنذاك هي منطقة الرزامات منطقة آل شافعة وأيضا منطقة آل النمري فيما كانت أهم مناطق التمركز جبل القوازي وشعب الوشل والحصن وجبل حضيفة وذات السبيل وجبل القدم وجبل أم عيسى واحتوت هذه المناطق على أربعة عشر موقع عسكريا يتمركز في كل موقع عشرات المسلحين بعد أن نشر الحوثي مسلحيه في هذه المناطق بدأ بفرض المناسبات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني كعيد الغدير ويوم الصرخة وعاشراء كربلة كما شن حملة على المساجل لتغيير خطبائها وفرض الشعار في المدارس ونفذ نشاطا مدروسا وممنهجا لدورات طائفية وتعبوية تستهدف قرى وعزل صعدة تحرض على الدولة وتتهمها بالعمالة للصهاين والامريكان لم يكتفي الحوثي بذلك بل تزايدت التقارير الاستخبارية التي تؤكد أن الحوثيين يشترون أسلحة متوسطة ونوعية ويقومون بتخزينها إضافة إلى أسلحة مجهولة المصدر تصلهم بطرق معقدة ومشبوهة إضافة إلى شخصيات وتجار أسلحة يزودون الحوثيين بمعدات وتجهيزات عسكرية حاولت السلطة المحلية قطع طرق إمداد الحوثيين وتشديد الرقابة على النقاط العسكرية في الطرق الرئيسة في المديريات إلا أن الحوثيين كانوا يسلكون طرقا نائية في بطون الأودية وسفوح الجبل ومع ذلك حصل ما كان متوقعا من اعتداء على قوات الأمن في النقاط الأمنية في تقرير وزير الداخلية حينها والمقدم لمجلس النواب تحدثت تقريره عن أكثر من خمسة وأربعين اعتداءا واعتراضا على الأطقم الأمنية بالتزام مع كل هذه التحركات العسكرية والاعتداءات المتكررة قررت السلطات المحلية استدعاء حسين بدردين الحوثي لاستفساره عن أسباب هذه الصدمات وسمع أقواله عن علاقته بهذه الأحداث والتجهيزات العسكرية رفض الحوثي الحضور أو الانصياع لقرارات السلطة المحلية مضطر قيادة أمن المحافظة بالتواصل معه لكن دون جدوى ثم حاول محافظ صعد حينها العميد يحيى العمري التواصل معه شخصيا إلا أن الأمر كله باء بالفشل ترقى الأمر حتى وصل إلى رئيس الجمهورية الذي أرسل الرسل إلى حسين الحوثي لإقناعه بمقابلة الرئيس في صنعاء وله الرأي والأمان لكن الحوثي راوغ حينها ورد على الرسل بأنه سيفيد إلى صنعاء لكن بطريقته الخاصة تجنبا من استهداف إمريكا وإسرائيل له حسب قوله وافق الرئيس على ذلك لكن ما قيمة وعود وعهود الحوثي مضت أسابيع وثلاثة أخر والرجل لم يحضر إلى دار الرئاسة بنفس الوقت الذي تصعدت فيه وتيرة الاعتداءات على رجال الأمن في محافظة صعدة يواكبه نشاط متزايد في بناء التحصينات والكهوف وشراء الأسلحة وبدى واضحا أن الحرب واقعة لا محالة وأمس الجميع يترقب شررتها الأولى في الأسبوع المقبل نتعرف على تلك الشرارة ماهيتها وأين وكيف بدأت نعود إلى التقرير السابق والمتمثل بالظهور الأول للمبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر الذي أثار ظهوره استياءا وجددا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية مؤخرا نتابع يحمله يمنيون مسؤولية سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابهم على السلطة ضيف سيء السمعة وقناة لم تبغي الوصول إلى الحقيقة هذا ملخص أربعين دقيقة من الهراء الذي لم يكن فيه مجال لتكفير الأخطاء أو الاعتذار عن سبع سنوات من الحرب على رؤوس اليمنيين والتأسيس لها بعباءة زرقاء تحمل مسمى الأمم المتحدة هذا هو واقع لقاء بن عمر والذي لم يكن للصدق أن يأتي على لسانه فكيف لمن أسس للخراب أن يقوله؟ أعاد ظهوره على قناة الجزيرة مرارتين لليمنيين إحدهما القناة التي ساهمت قطريا في تدمير اليمن وأخرى وجه الأمم المتحدة غير النزيه في الوساطة والتحول إلى مربع وصاية هذه المنظمة الدولية على القرار السياسي في اليمن جاء إلى اليمن مبعوثا خاصا لحل أزمة سياسية ووجد الجميع بن عمر واقفا مع أطراف سياسية كانت تنادي بما يسمى زهرا هبت التغيير التقيت مع عدد من نشطاء سياسيين وأعجبت في الحقيقة بما رأيته من حماس وجدية وعزيمة قوية سيد جمال تسمح لي تعطفت مع هؤلاء الشباب الذين يدادون بالتغيير وبعد ست سنوات على خروجه من المشهد اليمنية عاد بن عمر لإشعال نار الفتنة الداخلية اليمنية من جديد بتحميل صالح مسؤولية دخول الحوثيين إلى صنعاء وإخلاء ساحته وسجلاته ونشاطه لأربع سنوات متتالية من التهيئة لكل ما يحدث بالتقارير المضللة ودعم ما تسمى بقوة تغيير في الساحة اليمنية على حساب النظام السياسي القائم كان النظام صالح في 2011 أو نظام هادي ما بعد 2012 والذي وصفه بالفاشل على قناة فرنسا 24 الدولة كانت أصلا فاقدة لسلطتها على عدد من المناطق أداء الحكومة كان هزيل ورغم الاتفاق على مؤتمر المخرجات مؤتمر الحوار الوطني أتينا لزيارة محظة عمران لكن وجد رسالة للشعب اليمني كله بأن الأمن والاستغرار قد حط في عمران محمد جميح قال أن تصريحات بن عمر تكشف عدم نزاهة وساطته وترقى إلى مستوى الكذب عندما يتحدث عن رغبة خصوم الحوثيين في استئصال الحوثي فيما كان شاهدا على استئصال الحوثي لمعارضيه الذي ملأ بهم السجون والقبور والمنافي وأضاف محمد جميح يفضح بن عمر نفسه بإنكار التدخل الإيراني في اليمن فيما كان خبراء الأمم المتحدة الشاهدين على سفينة جيهان واحد وجيهان اثنين اللتان حملت السلاح للحوثيين وكان بن عمر حاضرا في صنعاء لحظة إفراج الحوثيين عن جواسيس طهران الذين اعتقلهم النظام السابق في سجن الأمن القومي في صنعاء أحمد الزرقاء قال ظهر جليا كم ساهم بن عمر في التمهيد لدخول الحوثي إلى صنعاء وتغاضيه عن جرائمه في الطريق إليها كانت لديه مهمة محددة نفذها باقتدار مستفيدا من حالة الانقسام وضعف الأحزاب السياسية الصحفي العمراني وصف بن عمر أنه سمسار دولي أينما توجه لا يأتي بخير لفضه أبناء اليمن وشنوا عليه حملة حتى تم تغييره بعد أن بذل كل ما في وسعه لتمكين الميليشيات ودعمها النائب البرلماني عبد الرحمن معزب قال مهما كانت الحيثيات والوقايع إلا أن بن عمر أفشل مبعوث أممي إلى اليمن دخل اليمن وهي دولة والاستقرار النسبي موجود والأمل قائم ولم يخرج إلا بعدما دمرت دولة وانهارت منظومتها واستشرت الفوضى والحروب والخراب والدمار فهد سلطان جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق إلى اليمن سيء السمعة والسيت أحد أبرز المهندسين الفعليين للإنقلاب في اليمن عام 2014 ومن يعود للماضي القريب سيجد أن بن عمر استجلب البند السابع بنصيحة منه وهيكل الجيش بتوصية منه ودفع رئيس البلاد أيضا للخروج إلى عمران لإعلانها ضمن حضن الدولة بمشورة منه إنه بحق سيء السمعة جمال بن عمر أن ناقم على شكل الدولة في بلده والمقتص لتجربة الشخصية المريرة في اليمن برغم خروجه من المشهد اليمني عاد في توقيت المبادرات وإنهاء الحرب عبر الضراع القطرية من جديد لإذكاء نار الفتنة من جديد ليكون شاهد الزور ومستفعي الشر في نشرتنا أيضا استمرار ارتفاع الإصابات المعلنة بكورونا في اليمن ومخاوك من عدم السيطرة على الوباء اهلا بكم جديد تظاهر العشرات من المهجينة المهاجرين الأفارقة أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء بعد السابعة من إحلاق الميليشيات الحوثية المئات من المهاجرين في مراكز الاحتجاز التابع لمصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها الميليشيات وظهر فيديو مصور والميليشيات يحملون العصي لتفريق المتظاهرين وظهر في الوصول والميليشيات وظهر في الوصول والميليشيات شكرا للميليشيات في أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تسجيل 113 إصابة جديدة بالفيروس في 7 محافظات وأوضحت في حسابها على تويتر أن 36 إصابة سجلت في عدن و 26 في حضر موت و 22 في تعز و 15 في المهرة و 9 في شبوى و 4 في مأرب و 1 في أبيان وأضافت أنه تم تسجيل 10 وفايات 7 منها في حضر موت و 2 في المهرة و 1 في تعز إلى ذلك أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات والوفايات بكورونا في ظل مخاوف من عدم السيطرة على الوباء يزاد الوضع الصحي في اليمن تعقيداً مع ارتفاع عداد الإصابات بفايروس كورونا المستجد وانتشاره على نطاق واسع لتعلن الحكومة حالة الطوارئ الصحية في المناطق المحررة مع ارتفاع حالات الإصابة في الموجة الثانية للجائحة وتصاعدها بشكل كبير منذ منتصف فبراير الماضية بعد أن كانت مستقرة خلال سبتمبر من العام الماضي اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في مواجهة وباء كورونا سجلت خلال 48 ساعة الماضية 113 إصابة مؤكدة بينها 10 وفيات و 235 حالة اشتباه لتتزايد المخاوف من الموجة الثانية التي قد تدفع البلاد باتجاه وضع صحي كارثي مع اقترابها من الدخول في مجاعة وتزايد مخيمات النزوح منظمة أوكسفام أكدت أن البيانات تشير إلى ارتفاع حاد في أعداد الذين ينقلون إلى منشآت الرعاية الصحية ويعانون من أعراض خضيرة في ظل قلة عدد الفحوص التي لا تحدد الحجم الحقيقي للمشكلة ما يتسبب يوميا في وفاة أشخاص كثر بعراض تشبه الإصابة بوكوفي 19 دون تلقي الرعاية الطبية ومن أبرز الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الوضنية رفع استعدادات المراكز الصحية وإغلاق قاعات الأفراح وتقليص ساعات العمل بالمراكز التجارية والأسواق وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة في وقت تنظر فيه الحكومة تلقي شحنة اللقاحات وفق برنامج آلية كوفاكس العالمية قبل نهاية مأرس الحالية وسجلت نحو أربعة ألاف إصابة بالوباء وثبانمائة وعشر حالات وفاة بالفايروس التاجي حتى الآن في الحديث ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا دكتورة إشراق السباعي دكتورة مرحبا بك الوضع الوبائي إذن يبدو مؤثرا في الفترة الأخيرة هل ثمت تدخلات أو إجراءات اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء طبعا الوضع بالنسبة للوبائي خاصة من كوفيد الماضي الثاني بدأ الانتشار أكثر حدة من الموضوع الأولى الوزارة طبعا وضعت خطتها في دعم المعادر أو في تدريب المعادر الصبية أيضا خطتها في خدوم اللقاح بإذن الله حتى نتفادى التقسيد من الحالات الحرجة هذا المتدخلت فيه وهي تتفعى إلى سد أي طغرة أو طجوة موجودة من ناحية الدعم والمساندة عن هذه المحاجر على مستوى المحافظات وأيضا تدريب المحافظات الذي كانت به حاجة إلى مصانع قبل واحدة البيتعار وكذلك تدخل بتوزيع استوانات الأكسجين الذي يجب المراكز وكذلك يعني إن شاء الله خلال الأسبوع الخاضل لترميم المصانع الأكسجين الذي محتاج إلى إصلاع حتى نتفادى الضغط الحاصل حاليا نعم إذن دكتورة هل نحن أمام مرحلة أخطر من سابقاتها فيما يتعلق بانتشار الوباء في اليمن وماذا عن اللقاحات إن كان من ذلك حديث عنها بالجميع للقاحات طبعا حصلت على نهائك الشهر مارس وحصل حول بفعالي 280 ألف جراء لـ 180 يعني حصلوا اللقاح منها الكواب الطبية منها أيضا كبار السن وغدو الأمراض المثلينة نعم أشكرك جزيلا شكرا دكتور أشرق سباعي المتحدث في اسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا كنت معي عبر الهاتف عالميا ذكرت آخر لحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 وصل إلى 125 مليون وستمائة وستة وثلاثين ألفا وتجاوزت الوفايات أكثر من مليونين وسبعمائة ألف ووصل عدد من تم الشفاؤهم من المرض أكثر من 101 مليون شخص في نشرتنا أيضا بعد التدمير الحوثي للأقتصاد اليمن في مرتبة 187 في تقرير بيئة أداء الأعمال ميليشيات القوثية حولت الساحل الغربي إلى حق الألغام عشوائية ميليشيات القوثية حولت الساحل الغربي إلى حق الألغام عشوائية أهلا بكم مجددا مع استمرار الميليشيات الحوثية في تضييقها على المواطنين وقطع مصادر رزقهم تسبب جشاعها في مضاعفة أعباء المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطارتها خصوصا بعد انتشار أسواقها السوداء للمشتقات النفطية التي زالتها الأخرى من معاناتهم بعد ان ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيدارة ميليشي الحوثي بنسبة 60% تصاعدت أيضا أسعار المواد الغذائية وارتفعت بنسبة 17% في شهر يناير فقط من العام الجاري مقارنة بشهر يناير من العام الماضي هذا الارتفاع جاء بعد أن ألغت الميليشي سوق المشتقات النفطية الرسمية في مناطق سيدارتها وحولته إلى سوق سوداء لجني الأرباح من تجارة الوقود التي باتت تتسطر قائمة مواردها المالية على حساب أسعار السلاع والخدمات الأساسية للمواطن حيث وصل سعر دبة البترول العشرين لتر إلى أكثر من 17 ألف ريال السوق السوداء للوقود في مناطق سيدارة الميليشي الحوثية أثرت في رفع كلفة نقل الأدوية والسلاع المصنعة والزراعية المستوردة والمنتجة محليا غير انعكاساتها على رفع سعر الخدمات المساعدة في الإنتاج والحفظ بما في ذلك أسعار مياه الري والكهرباء اللازمة لعمليات الإنتاج والتخزين مما يزيد من معاناة المواطنين مواطنون أكدوا بأن الوقود متوفر في صنع وباقي المحافظات لكنه يباع في السوق السوداء التي تدار من قيادات حوثية وبأسعار مرتفعة تزيد أربعة أضعاف على السعر الرسمي بالتزاون مع ارتفاع كبير في تكلفة الغذاء والضرورات الأساسية الأخرى مما يتسبب في لجوء العديد من الناس إلى ممارسات ضارة مثل الحد من استهلاك الغذاء وحتى إرسال بعض العائلات أطفالها للعمل أو التسول لتتمكن من شراء الطعام ومنذ العام 2015 وبحسب مصادر اقتصادية فإن تكاليف المعيشة في اليمن تضاعفت إلى أربعة أضعاف من العام 2015 وزادت تكلفة السلة الغذائية بنسبة 123% مقارنة مع أسعار ما قبل الحرب في ظل الارتفاع المستمر والإنهيال المتواصل لسعر صرف الريال اليمنية إلى مستويات قياسية نتيجة الإجراءات الحوثية العابثة في القضاء الاقتصادي بما فيها فرض الرسوم الضريبية الباهضة والجمالك المستحتفى وتضييق الإمدادات بين المحافظات فضلا عن الإتاوات والجبايات التي تفرضها على كل مصادر الدخل لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي وإقامة مختلف أنشطتها الطائفية على مدار العام بالإضافة إلى المتاجرة بالمشتقات النفطية في أسواقها السوداء كما دمرت ميليشيات الحوث الاقتصاد اليمني ووصل إلى آخر مستوى في المراكز العالمية في مؤشرات التجارة عبر الحدود في تقرير بيئة الأعمال للعام 2020 احتلت اليمن الترتيب الـ 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال لعام 2020 لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة ومؤشر الحصول على الكهرباء 187 ومؤشر استخراجي تصاريح البناء 186 ميليشية الحوثي دفعت بيئة الأعمال في اليمن إلى أسوى درجاتها وأفقدت الاقتصاد اليمني تنافسيته أمام الاقتصادات العربية بسبب السحداث نقاط جمهوركية بين المدن ونهب الأموال الخاصة ورفع الضرائب وتوقف الكهرباء وارتفاع أسعار النقل الاقتصاد اليمني لا يزال تحت ضغط كبير هذا العام 2021 حيث حضرت ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة مما رفع بشكل كبير الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية ودفعت ممارسة الميليشيا الجباياتي وسياستها المدمرة لبيئة الأعمال مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس وتصفية أعمالها بعد عقود من إسهامتها في التنمية ما يعمق جروح الاقتصاد الوطني الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيات تسببت بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة وانعدام الأمن ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء وانخفاض حد في الانتاجية الاقتصادية ويتعرض التجار الابتزاز من قبل ميليشيا الحوتي منذ ست سنوات ويدفعون الجمارك مرتين عبر مراكزها الجمهورية المستحدثة كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون فضلا عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة مستمرة لدعم ما تسميه المجهود الحربي وإقامة أنشطتها الطائفية على مدار العام نبقى الآن مع الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلي حيث تتصاعد واسع المود الغذائية والاستهلاكية بمؤشر اتفاع جنوني في أسواق صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيدرة ميليشيا الحوثية قبل حلول شهر رمضان المبارك إذ ارتفع سعر كيس الدقيق المخصص للمخابس والأفران من 13500 إلى 16500 ريال لينعكس هذا التضور بشكل مفجع على أسعار وحجم قرص الخبز مهددا حياة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام وارتفعت أسعار الزيوت والسمن والصابون بنسبة 30% وقال تجار مواد غذائية في صنعاء إن أسعار مواد الاستهلاكية مثل الصحون والملائق البلستيكية والأكياس الحرارية ارتفعت بنسبة 25% أما كانت عليها وتشهد سوق فوضاء عارمة في أسعار مواد الغذائية والتفاوت في الأسعار وعدم استقرارها واختفاء بعض السلع واحتكارها عند تجار آخرين وعز اقتصادهن هذه الارتفاعات الجنونية إلى الجمارك الحوثية المستحدثة والضرائب الباهضة فضلا عن الإتاوات والجبايات المتواصلة على مدار العام قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاوين الحديدة أكثر محافظة اليمنية تضررا في انخفاض دخل السكان وتدهور سبل العيش حيث بلغ أكثر من 40% من الأسر عن انخفاض بأكثر من 50% في مصدر دخل من رئيسية وأضافت للمنظمة أن جميع مجموعات سبل العيش للمواطنين تأثرت بانخفاض الدخل منهم المزارعون ومنتج الماشية وبائعها والصيادون هم الفئات الأكثر تضررا وأكد سكان محليون أن مجيش الحوثي تمنع الصيادين من موارسة عمل في السواحل والمزارعين من الدخول لأراضيهم بسبب زراعتها بالألغام المتنوعة وتشير تقديرات لموت نحو مليون نخلة خلال خمس سنوات الماضية بالمناطق الزراعية في سهل تهامة من أصل مليوني نخلة فيما لجأت 15% من الأسر إلى استراتيجية المواجهة الطارية من خلال بيع الأرض أو المنزل أو بيع آخر للأصول الانتاجية أو إرسال أفرادها إلى التسول أعلنت السلطة لبنانية رفع سعر الخبز المدعوم وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في تارث زيادة تطال سعر هذه السلعة الأساسية من ديونيو الماضية وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن سعر كيسر الخبز زنت 960 غراما ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة أي إلى دولارين بحسب سعر الصرف الرسمي للليرة اللبنانية أمام الدولار وإشهد لبنان أزمة طاحنة قطيرا عكست نيارا في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكية قررت وزارة الاقتصاد السورية تعليق استيراد أجهزة الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر وذلك وصد شح الدولار وتدهل الليرة وتعجز سوريا التي تشهد أزمة اقتصادية حد في عدم توفير الدولار الضرورية لاستيراد احتياجات الأساسية في وقت تسجل فيه الليرة منذ مطع العام خفاضا غير مسبوق تراوح معه سعر الصرف بين 4000 و 4500 ليرة ولا يزال سعر الصرف الرسمي عادل 1256 ليرة وأخيرا سجلت أسعار نفط هبوطا ما يزيد عن 2% بسبب إجراءات العزل العام الجديد الهاتف لمكافحة فيروس كورونا والتي أثرت المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية وتراجعت العقود الأجل لخام برينت دولار و 33 سنة إلى 63.8 سنة للبرميل فيما هبطت العقود الأجل لخام غير بيكساس الوسيد الأمريكي دولار و 40 سنة إلى 59 دولار و 78 سنة للبرميل علقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة بالممار المائي مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الجانحة التي تسببت في تعطيل القناة منذ ثلاثة وذكر بيان الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة شهدت الأربعاء عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال لكنها تنتظر من منطقة البحيرات لحين تعويم السفينة الجائحة قبل أن تبدأ القافلة رحلتها نحو البحر الأحمر أقام مكتب التربية والتعليم في التحيطة حفلا تكريمية للمدارس الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة المنهجية التي دشنت بداية الشهر الحالي وكانت بنظام المجموعات بمشاركة 11 مدرسة حكومية من المرحلتين الأساسية والثانوية كما تم تكريم 27 طالبا وطالبة من ذوي المواهب في مجالة الشعر والإلقاء والإنشاد والرسم على الصعيد الرياضي انطلقت الخميس مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما قبل أربعة أشهر من بداية ألعاب توكيو التي تأجلت من العام الماضي بسبب كورونا ويشارك نحو 10 ألاف عداء في حمل الشعلة في أقالم اليابان البلغ عددها 47 ولن يشهد الجزء الأول من الرحلة وجود أي جماهير لتفادي التجمعات بينما يجب على الجماهير في المناطق الأخرى وضع الكمامات والحفاظ على تباعد الاجتماعي وكان عدد الشخصيات البارزة انسحبوا بل عدد من الشخصيات انسحبت من عملية حمل الشعلة في المسيرة التي تكتمل مع انطلاق أولمبياد توكيو في 23 من يوليو المقبل بسبب مخاوفة من الفيروس انطلقت إذن فعاليات الأولمبياد وانتهت نشرتنا التي أعود مذكرا بأبرز مجاة فيها 28 شهرا على اتفاق ستوك هولم الميليشيات وتواصل تصعيدها في حديدة وريفها مخيمات النازحين في حجة ومأرب ضمن دائرة نيران الميليشيات وتحذيرات من الاتفاع الأعداد تسير القافلة الغذائية والدوائية الأولى إلى جبهة الشقة في تعز استجابة لإعلان النفير العام شكرا على حسن الإصغاء وإلى اللقاء